بهدف دعم النساء والعوائل المتعففة في الحبانية أقام فريق همام الشباب مهرجانا للتبطع بمشاركة أكثر من خمسين امرأة وعدد من الشركات المحلية قدمت خلال المهرجان منتوجات محلية وصنع من الأطعمة والألبسة من قبل النساء المشاركات ريعوا المهرجان خصصا للأسر المتعففة وللأيتام من أبناء القضاء هذا البازار هو دعم للأسر المتعففة وللنساء ذوي الدخل المحدود طبعا اليوم شاركت بهذه البازار أكثر من خمسين امرأة ريع هذا البازار سوف يكون للأطفال الأيتام والعوائل المتعففة لسد احتياجات عيد الأضحى المبارك ولم تتوقف المبادرات الإنسانية عند هذا الحد هنا في مدينة الفلوجة تعمل فرق شبابية على إدخال البهجة والسرور للأطفال من خلال شراء ملابس لهم بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك أكثر من خمسمائة طفل يتيم شملته هذه المبادرة والتي جاءت بدعم من المتبرعين وميسوري الحال اليوم نحن كناشطين وكشباب أطلقنا مبادرة هي كسوة عيد تستهدف أكثر من خمسمائة طفل بإذن الله في مدينة الفلوجة وكذلك في القرى والأعوائل المغيبين والأيتام دعوات أطلقتها منظمات مجتمعية بضرورة سن قوانين وتقديم معونات عاجلة إلى أبناء المحافظات التي عانت من الإرهاب والتي خلفت فيها الحرب جيشا من الأرامل والأيتام عدنا بالقائم أكثر من 3000 شخص خطفهم داعش ولحد الآن ما نعرف مصيرهم عدنا بالسقلاوية بحدود الألف مغيب ولحد الآن ما نعرف مصيرهم هؤلاء أبنائهم وذويهم صاروا على عاتق منظمات المجتمع المدني والفرق التطوعية وتقدر منظمة سبع سنابل الحقوقية في الأنبار عدد الأيتام في المحافظة بأكثر من 200 ألف طفل لا يمتلكون معيلا أو رعاية حكومية ضعف الجهود الحكومية باحتضان الأيتام وعدم صرف تعويضات مالية لهم أجبر منظمات إنسانية وفرقا شبابية على تقديم يد العون والمساعدة والإسهام بالتخفيف من معاناة هؤلاء الأيتام محمد جميل الحرة محافظة الأنبار